الإثار والعطاء والتكافل والإحساس بالآخرين والنخوة أخلاقيات ارتبطت بالعراقيين فالنخوة في مجتمعنا صفة لم تأتي من فراغ بل من الظروف الصعبة والحياة القاسية التي مر بها هذا البلد على مر العصور ما حدث في قضاء قلعة السكر شمالية محافظة ذقار إنما هو تجسيد للنخوة العراقية بكل معانيها الأصيلة التي لم تتأثر بثقافة الموت والدمار والخراب والتفرقة التي يحاول الأعداء زرعها بين أبناء الوطن الواحد الأهالي انتخوا وانتفضوا في مشهد يفجر الدموع فيما أقيها حينما تناها إلى أسمعهم عوز حالة إنسانية تمر بها إحدى عوائل مدينتهم فابتدأت حكاية النخوة العراقية امرأة من أهالي منطقة القلعة مصابة بتشمع الكبد وبحاجة إلى عملية زرعة كبد تتطلب خمسين ألف دولار في الهند عائلة المرأة لجأت لبيع ممتلكاتها والاقتراض من الأهالي وتسفيرها مع اثنين من أولادها لإجراء العملية في الهند المستشفى أبلغتهم بوجوب تبرع أحد ولديها بجزء من كبده لغرض زراعته للأم الإبن الأصغر وافق على الأمر وخضع للفحوصات وكانت النتائج سلبية لعدم تطابق الأنسجة الإبن الأكبر والمصاب بمرض الربو أبدى استعداده للتبرع بكبده لوالدته ووافقت إدارة المستشفى على ذلك أجريت العملية وتكللت بالنجاح وسرعان ما تدهورت صحة الإبن المتبرع وتم إخضاعه لعملية جراحية إدارة المستشفى طلبت مبلغ 15 ألف دولار أجور العملية الثانية لإنقاذ الإبن ما دفع بالعائلة إلى الاتصال بذويها في ذيقار وتم تحويل المبلغ وأجريت العملية فشلت العملية الثانية وقرر الأطباء إخضاع الإبن لعملية ثالثة تتطلب 15 ألف دولار إضافية جمع المبلغ وأرسل من ذوي العائلة في ذيقار للمرة الثالثة بعد سماع الأم بتدهور صحة ولدها المتبرع أصيبت بجلطة دماغية وشلل المفاجئ وانتهى بها المطاف بالعناية المركزة المستشفى أبلغ العائلة بضرورة دفع مبلغ 72 مليون دينار أخرى أجور رقود الأم والإبن في المستشفى بعد سماع الأب في منطقة القلعة بالأمر أصيب هو الآخر بجلطة دماغية وشلل مفاجئ تم تأمين اتصال بالسفير العراقي في الهند وإبلاغه بالأمر وزار على إثرها العائلة وهي راقدة في المستشفى إلا أنه لم يتخذ أي إجراء واكتفى بإبلاغ العائلة بعدم التحدث بالأمر لحل الأمر مع المستشفى وديا تم حجز أفراد العائلة في المستشفى الهندي لحين تسديد ما بذمتهم من مبالغ نظم أهل القضاء حملة تبرعات لإنقاذ العائلة المحتجزة وجمعوا المبلغ المطلوب 72 مليون دينار ما يعادل 60 ألف دولار تم تسليم المبلغ للعائلة وسيتم إيصاله للهند عن طريق الابن الثالث للأم المصابة لغرض تسديد أجور المستشفى وفك احتجازهم ما زال العراق بخير وههم العراقيون يتكافلون ويتعضضون فيما بينهم بالرغم من أنهم يعيشون الفقرة وضيق ذات اليد والبطالة إلا أن نخوتهم وشهامتهم أبت إلا أن تنقذ هذه الأسرة وهنا لم تنتهي حكاية النخوة العراقية إنما بدأت وتجسدت بأبهى صورها من قضاء قلعة سكر